كل الصهاينة هذا يرد حزب الله على قتلكم بقائده الجهادي نحن خياراتنا مفتوحة وقتنا معانا وما حدا ضغطنا بشي ولا حدا بزيد علينا بشي وعدونا قلق دعوه قلقا دعوه قلق في كل يوم وفي كل مكان وفي كل ساحة وفي كل أهداف في إطار الردي على اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية في الثاني عشر من شباط عام 2008 في دمشق أدرج المسؤولون الإسرائيليون استهداف السيارة التابعة لسفارتهم في العاصم الهندية نيودالهي الذي أسفر عن إصابة زوجة الدبلوماسي بحسب الإعلام الإسرائيلي وأربعة بحسب وزارة الداخلية الهندية وكذلك تفكيك صاعك تفجير في سيارة إسرائيلية في جورجيا ويبدو أن إسرائيل تحاول حبك ذريعة لاستهداف إيران وحزب الله أو أنها تسعى على الأقل للتحريد الدولي على برنامج إيران النووي فصرح السفير الإسرائيلي في جورجيا لصحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية أن هذين الحدثين يرتبطان بذكر اغتيال مغنية في الثاني عشر من شباط وأن مثل هذه الأحداث كان متوقعا وقال إن المعلومات التي لديه حتى الساعة تفيد أنه كان هناك محاولة لوضع صاعك تفجير في سيارة تابعة لأحد العاملين في السفارة لكن الأخير تنبه له وأبلغ المعنيين الأمر فتم تفكيكه وما هي إلا ساعة حتى أطل وزير الخارجية الإسرائيلي أفكدار ليبرمن ليقول نحن نعلم على وجه التحديد من يقف وراء هذه الاعتداءات ومن خطط لها ولن نقف مكتفي الأيدي إزاء ذلك مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات ذكرت بأن الديبلوماسيين الإسرائيليين يقفون في مقدم المعركة التي تقودها إسرائيل ضد الإرهاب على حد قوله وأكثر من ذلك اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانياهو إيران وحزب الله الذي وصفه بوكيل إيران بالوقوف مباشرة وراء الاعتداءين وفق تصريحات نقلتها عنه صحيفة جيريسولون بوست الإسرائيلية ولفت نتانياهو إلى أن حادث اليوم ليس الأول من نوعه متحدثا عن محاولات لضرب المصالح الإسرائيلية في أذربيجان وتايلند جرى إحباطها في الأشهر القليلة الماضية بمساعدة السلطات المحلية أما في المقابل فقد نقلت وكالة أنماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن سفير إيران لدى نيوداله قوله إن بلاده تدين أي هجوم إرهابي وترفض الاتهامات بدلوعها في الهجوم وترى أنها محد أكذيب كما في المرات السابقة وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى الوراء فلإسرائيل سوابك في الاتهام الخاطئ عن عمد فقبل ثلاثين عاما وتحديدا في الثالث من حزيران عام أثنين وثمانين تعرض سفير إسرائيل في لندن شلومو أرغوف لمحاولة اختيال من قبل ثلاثة أعضاء في منظمة أبو نيدال الذي كان يتزعمها صبر البنة وقد أدت محاولة الاختيال هذه إلى جروح بالغة تسببت بشلل أرغوف وبقائه في غيبوبة مدة ثلاثة أشهر ومع أن الجماعة المنظمة لمحاولة الاختيال كانت منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية إلا أن هذه العملية استعملت مبررا لغازو لبنان أنذاك ومطاردة مقاتلي منظمة التحرير لكن معادلة أثمانيات تغيرت وما كان متاحا لإسرائيل أنذاك أصبح اليوم يحسب له ألف حساب وحساب وبالتالي إلى ما تسعى إسرائيل وماذا تعد سواء أكان سياسيا أو ميدانيا تجاه إيران أو حزب الله